اهلا بكم سنة 5 ابتدائي النهاردة هنحل مع بعض تقييم الاسبوع السامن السؤال الاول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيح من الموارد الحرة الهواء والمياه العزبة طبعا الاجابة هتكون خطأ اتنين الانطار والسلوج من مصادر المياه العزبة الاجابة صواب تلاتة يؤثر النمو السكاني المتزايد سلبا على الموارد طبعا الاجابة صواب السؤال الثاني اكمل العبارات الاتية موارد تكفي حاجات السكان وتوجد بكميات غير محدودة هي موارد طبعا حرة اتنين تعتمد الزراع في الساحل الشمالي على طبعا بتعتمد على مياه الانطار الشتوية السؤال اللي بعده من اهم الخزانات الجوفية الموجودة في مصر طبعا عندنا خزان الحجر الرملي النوبي السؤال الثالث بما تفسر يحتافل العالم في اتنين وعشرين مارس من كل عام باليوم العالمي لالمياه طبعا يرجع ذلك للتوعية باهمية المياه العزبة والدعوة الى الادارة المستدامة لالمياه اتنين اهمية المياه العزبة في مصر طبعا اهميتها تستخدم كمصدر للشرق وتستخدم في الصناعة والزراعة والسياحة والنقل وصيد الاسماك السؤال اللي بعده اسئلة الواجب السؤال الاول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يمثل اليابس النسبة الاكبر من مساحة الكرة الارضية طبعا الاجابة هتكون خطأ يمثل المياه النسبة الاكبر من مساحة الكرة الارضية اتنين تعتمر الزراعة في الواحات على المياه الجوفية طبعا الاجابة صواق ثلاثة تعد محطة العين السخنة أكبر محطة تحليل مياه في مصر طبعا الإجابة صوأ السؤال الثاني أكمل العبارات الآتئة المصدر الرئيسي ليه المياه العزبة في مصر هو طبعا مصدر المياه العزبة هو نهر النيل من أهمية المياه الملحة استخراج الأملاح وصيد طبعا أهمية المياه الملحة استخراج الأملاح وصيد مين وصيد الأسماك ثلاثة يتسبب ارتفاع النمو السكاني في ظهور مشكلة طبعا عندنا في ظهور مشكلة اقتصادية السؤال الثالث دلل على صحة العبارات التالية تستخدم المياه العزبة في المجالات الاقتصادية طبعا تستخدم في الشرب والصناعة والزراعة والسياحة والنقل وصيد الأسماك ما العلاقة بين السكان والموارد؟ طبعا العلاقة بينهم قوية كلما زاد السكان زاد الطلب على الموارد وكلما زاد السكان عن الموارد تظهر المشكلة الاقتصادية السؤال اللي بعده التقييم الاسبوعي المجموعة الاولى بما تفسر اهمية الموارد طبعا اهمية الموارد عندنا انها في التعريب بتاعها هي عبارة عن كل الوسائل التي يمكن ان تشبع حاجة الانسان اتنين اكتب ما تشير اليه العبارة التالية مصدر المياه العزبة بالوحات طبعا الوحات زي واحد سيوة واحد الدخلة والخارجة والفرفرة والبحارية كلها بتعتمل على وجود مياه تحت الارض اسمها مياه الابار والعيون او المياه الجوفية دلل على صحة العبارة التالية تنوع عن موارد المائية في مصر طبعا الدليل على ذلك عندنا موارد المية العزبة وموارد المية الملحة موارد المياه العزبة نهر النيل والمياه الجوفية العزبة والأمطار وبحيرة ناصر أما موارد المياه الملحة البحر الأحمر والمتوسط والمياه الجوفية المالحة والبحيرات المالحة ما النتائج المترطبة على ارتفاع معدل النمو السكان؟ طبعاً هيترطب على ذلك ظهور مشكلات اقتصادية خمسة أسقر الأهمية الاقتصادية لألمياه العزبة في مصر طبعاً أهمية المياه العزبة في مصر تستخدم في الشرب وفي مجال الصناعة ومجال الزراعة والسياحة والنقل وصيد الأسماك المجموعة الثانية بما تفسر أهمية المياه العزبة طبعاً أهميتها تستخدم في الشرب ومجال الصناعة والزراعة والسياحة والنقل وصيد الأسماك اتنين اكتب ما تشير إليه العبارة التالية كتل صخرية لها الكدرة على تغزين المياه في باطن الأرض طبعاً عندنا خزنات المياه الجوفية ثلاثة دلل على صحة العبارة تنوع الموارد المائية المالحة في مصر طبعاً الدليل على ذلك وجود البحر الأحمر والمتوسط والبحيرات المالحة والمياه الجوفية المالحة أربعة ما النتائجة مترطبة على اختلاف كمية الأمطار الشتوية من عام لأخر يعني الأمطار كل سنة بتختلف كميتها يترطب على ذلك عدم اعتماد الزراعة في مصر بشكل كلي على مياه الأمطار ولكن بتعتمد عليها في منطقة الساحل الشمالي طبعاً لسكوت الأمطار الشتوية أذكر أهمية المياه المالحة في مصر طبعاً أهميات المياه المالحة كتير قوي ومنها الحصول على ملح الطعام والحصول على الأسماك وهي مصدر لإنتاج البترول والغاز الطبيعي أو مصدر لإنتاج مصادر الطاقة المجموعة الثالثة والأخيرة بما تفسر أهمية المياه المالحة عود ابنك أو بنتك أهمية المياه المالحة على طول أول ما جيلك ملحة يبقى الحصول على ملح الطعام بأول حاجة ملح الطعام بعد كده الأسماك ومصدر للبترول والغاز الطبيعي اتنين اكتب ما تشير إليه العبارات التالية أحد مصادر المياه العزبة ولا يمكن الاعتماد عليها كلياً في الزراعة طبعاً عندنا هي المياه الأمطار طبعاً لأنها تتفاوت كمياتها من عام إلى آخر دلل على صحة العبارة تتروع الموارد المائية العزبة في مصر طبعاً الدليل على ذلك وجود نهر النيل وبحيرة ناصر وفرع رشيد وفرع دميات والأمطار والمياه الجوفية العزبة أربعة ما النتائج المترطبة على وجود المياه الجوفية العزبة في مصر طبعاً ترطب على ذلك كيام حرفة الزراعة ووجود السكان خمسة لماذا يحتفل العالم يوم 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه طبعاً للتوعية بأهمية المياه العزبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة للمياه وبكده انتهينا من أسئلة التقييم السامن يريد تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم واشتراك للقناة ليأتيكم كل ما هو جديد واعملوا شير على قد ما تقدروا وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع ترجمة نانسي قنقر